للمزيد حول موجة الجفاف التي بدأت تضرب بعض مناطق العراق وعلى رأسها محافظة ديالا ينضم إلينا عبر الهاتف من استوكولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري سيد الدكتور نظير عباس الأنصاري مرحبا بك بداية تشهد كل من الديالا وعدد من المناطق في العراق حالة جفاف رصدتها الجهات الرسمية نفسها ما الدور الذي تلعبه إيران في هذه الموجة؟ شكرا عزيزي منطقة شرق الأوسط بصورة عامة من قبل 30 سنة بدأت تمر بمرحلة جفاف وهذا نبهنا عليه قبل أكثر من 10 سنين سواء في المؤتمرات أو البحوث العلمية المجلات المختلفة مع الأسف الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء جدي وناجح لحد الآن بالنسبة إلى إيران طبعا إيران تعرف أنه المنطقة تمر بحالة جفاف لذلك حولت مثلا نهر الكارون مياه نهر الكارون والكرحة كلها داخل إيران ما نطط العراق أي خصة من هذه المياه زائدا قطعة كل الوديان الجانبية اللي كان واردها تقريبا 7 مليار متر مكعب من المياه إلى داخل الأراضي الإيرانية وحاليا دا تبني سدود على بروح نهر ديالة والزاب الأسفل لأن منابع هذه الأنعاب من إيران ووزارة الموارد المائية في الحقيقة قبل كم شهر أصدرت بيان بهذا القصوص لأن هذا لا يكفي حسب رأيي لأنه المفروض يكون تحرك أقوى من الحكومة العراقية تجاه هذه الأعلام هل ينتظر العراق أو تنتظر العراق موجة جفاف جديدة يعني من الإجراءات العدائية إن صح وصفها التي تتخذها إيران يعني تكون جائرة على حقوق العراق المائية نحن يعني توقعات كلها حسب الدراسات والبحوث المنشورة مو بس من عدي من كثير من الباحثين في هذا المجال منطقة شرق الأوسط كما سبقا ذكرت ستمر في موجة جفاف إلى نهاية هذا القرن وتزداد هذه الموجة مع الزمن فإيران وتركيا يعرفون هذا الشيء واثنين هم مستغلين الوضع في العراق وجاين يبنون مشاريع لتأمين مواردهم المائية بغض النوى عما سيحدث للعراق هذه هي المشكلة الكبرى فلذلك هم مستغلين ضعف الوضع في العراق وجاين يعملون هذه المشاريع لتأمين الأمن المائي بالنسبة لهم سيد دكتور نظير بحسب خبراء في البيئة يعني أنه يحتمل أن يواجه العراق خمس سنوات جفاف متتالية طبعا هناك تقارير كثيرة تحدثت ومؤتمرات علمية مثلما تفضلتم عن الجفاف ويعيش العالم أو شرق الأوسط تحديدا هذا الجفاف الآن كيف ترى هذه التقديرات يعني لماذا حددوا بخمس سنوات يعني كتقدير زمني أعتقد هذا التقدير خطأ سبق وأن قلت قبل لحظات أنه إلى نهاية القرن من المتوقع أن تستمر فترة الجفاف وستتناقص الأمطار بحدود 15 إلى 30% إلى نهاية هذا القرن طبعا تجي فترات ممكن مثل مطار قبل سنتيام مثلا بالعراق تجي فترات مطيرة جدا في فترة زمنية قصيرة مما يثبت أيضا كوارث مثل مطار بالأعمارة والكوت وكثير من الأراضي الزراعية والقرأة أثرت مثل هذه الفياضانات فالتوقعات ليس فقط وإنما ستستمر فترة الجفاف إلى نهاية هذا القرن هذا هو هذه الموجات دكتور هناك موجات متكررة كل عام تترك أثرها على الزراعة والثروة الحيوانية في العراق هنا دور الحكومة لماذا برأيك لم تحرك ساكنا رغم كل هذه التقارير التي تتحدث عن أو تحذر من موجات الجفاف لماذا لم تقدم أي مشروع لمواجهة هذه المخاطر بالتالي التي يعني تهدد حياة الجيل الحالي والأجيال اللاحقة القادمة هذا السبب هو الفئوية والطائفية والأحزاب التي تريدها زمام الأمور لأن هذا الهمها الوحيد أنه تأمن مستقبلها وهذا هو الهدف الأول والأخير وليس خدمة البلد هاي المشكلة يعني إذا أتفكر بالوقت الحالي الكل جاية تتكلم عن الانتخابات وشون تحصل أكثر ما يمكن في هذه الانتخابات حتى تستمر بالسلطة والاستفادة لكن ولا واحد منهم يفكر في فائدة البلد ومصلحة البلد ومستقبل البلد هذا هو السبب الرئيسي فالمفروض الدولة مثل العراق فيها استراتيجية لإدارة الموارد المائية بعيدة لأمسك على الأقل 30 سنة إلى الأمام بغض النظر عن شكل الحكومة ومن يحكم ومن هو الوزير أو رئيس الوزراء المفروض هذه القطة الاستراتيجية تكون موضوعة بشكل علمي بحيث تتفادى كل هذه المشاكل ونحن اتكلمنا عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا وكما قلت في المؤتمرات والبحث والطيلة الحلول بس مع الأسف لا أحد يختم بهذه الأمور من ستوكولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك